صباح الخير يا جده صباح الخير يا جده أهلاً أهلاً يا حبايب جده صباح الخير محتاج حاجة مننا قبل ما نمشي؟ لا يا حبايب شكراً مع السلامة مع السلامة يا جده سلام يا جده مع السلامة يا حبايب جده مش عارف هتعمله إيه لو جرالي حاجة منها يربيكم بس وياخد باله منكم وعمكم الله يسمحه ظالم ومفتري الودي الفرفور جاي هناك اهو هو واخده ايه رأيك ناخد منه المصروف ولا الصندوشات احنا نرخم عليه وناخد منه اي حاجة يوه الولدين الرخمين بتاع كل يوم الصبح ملناش دعوة بيهم يا رانا ملناش دعوة بيهم ازاي ما هم كل يوم بيرخموا عليك ويضايقوك ويضايقوني انا مش عارف هم عزين مننا ايه هم يعني عشان كبار واحنا صغيرين تعالي ندخل المدرسة وخلاص يا رانا على فكرة المفروض لو دايقونا نضربهم هنضربهم ازاي بس مش هنعرف وهتبقى مشكلة والمدير هيعرف ويدردنا من المدرسة وانتي عارفة جده تعبان ومش عايزين ندايق ماشي يا مهند رايح فيدي يا فرفور ادينا الصندوشات اللي معاك يا لأ هو انتو عايزين مني ايه انتو كبار ومش اصحابي عشان تتكلموا معايا وكل يوم بترخموا علي احنا عايزين الصندوشات اللي معاك ما تديهمش الصندوشات يا مهند وانا بقى هروح اقول للمدير هلا يا رانا هخلاص انا هديهم الصندوشات النعاردة وبلاش تقولي للمدير لو روحت بقى قلت للمدير مش هقولي كيه اللي هيحصل لكم المدرسة كلها في جيبي وبتخاف مني ها انا هديكم صندوشين وبسيبولي واحد ايوة كده انت كده تبقى بتبعي وفي حمايتي كل طلبة المدرسة بيعملولي الف حساب على فكرة بقى احنا المفروض نقول للمدير كل الطلبة اللي في المدرسة عارفين تصرفاته اما هم بيخافوا منه ومش هيقولوا للمدير حاجة يعني هيفضل كده كل يوم يراخم علينا طيب هنعمل ايه يعني هو فاضله السنة دي بس في المدرسة وبعد كده هيتنعي المدرسة تانية وهنرتاح منهم خالص طيب ايه رأيك تلعب رياضة ويبقى عندك عضلات وتضربه يا سلام وانا لو لعبت رياضة هيطلع لي عضلات في يوم وليه لو هضربه يلا بقى انت روحي على فصلك وانا كمان هروح على فصل بتاع اصحابي الحلوين عاملين ايه يارب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا نزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك واللي مش مشترك يشترك في القناة واكتبولي كومنت خلو قلولي رأيكم في الفيديو يلا حالا اعملوا لايك بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا تعالا ندخل نتمن على جدو نتديله الدواء ونشوف بقى هنتغدى ايه ازايك يا جدو ازايك يا جدو الحمد لله يا اولاد عملتوا في المدرسة الحمد لله يا جدو بس هو ما ينفعش ننقل مدرسة تانية تنقل مدرسة تانية ليه يا ابني المدرسة دي قريبة من البيت وكمان انتو عارفين انا ما بقدرش اتحرك يعني لا هعرف اخلص ورق ولا اعمل حاجة هو حد بيدايقكم في المدرسة لا يا جدو بالعقس ده المدرسة حلوة قوي طيب عايزين تنقله ليه بس لا يا جدو ده انا كنت بقول له في مدرسة احسن يعني مدرسة انترناشونال ولا حاجة انترناشونال مرة واحدة المهم يا جدو احنا مش هنحول ولا حاجة احنا مبسوطين في المدرسة انا هجيب لك الدواء دلوقتي عشان تاخدوه اما هو احسن يا جدو عشان نبقى شاطرينه وبنعرف كل حاجة مهند يا مهند هو راح فيهن انت بتعمل ايه يا مهند احاول اتعلم كيف تكون قوي وتعرف تضرب في خمس دقايق خمس دقايق طيب يا ريت كان سهل كده اما انا شفت على اليوتيوب ازاي تضرب بطريقة احترافية وتقدر تنقذ نفسك اكيد لو الموضوع سهل كانت كل الناس عملت كده هو انا يحاول ولو معرفتش اضرب اطلع عجلي والجدعانة كلها في الجري طيب يلا نتغدى عشان تعرف تتدرب كويس انا هطلع الاكل في القوضة عند جده عشان ناكل معاه هماشي وانا هخلص الفيديو ده واجي الودي الفرفور جاي هناك هو بقولك يا معتز ما تشوف لنا معاك عندي ولا شوكولاتة ده فقري مش بيجيب غير صندوشات بس يوه يعني احنا انعرض اتأخرنا وبرضو واقفين عند باب المدرسة بقولك ايه انا تعلمت الضرب انا هروح اضربه لا ضرب ايه اللي تعلمته في خامس دقايق انت كده هتتضرب اهي محاولة ولو اضربت بقى بقتلو بيلي الاسعيف استني بقى ان ما تخن صوتي عشان يخافوا مني انا عارفة اكيد هيضرب عايز انت وهو انا مش اخاف منكم خلاص من الشرق التاني ماشي خدوا بالكم من نفسكم انا خلاص هموت واسبكم في الدنيا لوحدكم هلا يا جدو ما تقولش كده احنا عايزينك تفضل جنبنا يا جدو احنا من غيرك ولا حاجة خلاص يا ولاد انا عايز اوصيكم مصية يا ولاد شايل لكم مبلغ في الدولاب كنت محوشه من زمان ومخبيه عشان ينفعكم بعدا ما موت بعد الشر عنك يا جدو فلوس ايه بس يا بابا اللي مخبيها وانا ما عارفش عنها حاجة الحمد لله جد في الوقت المناسب مراد عمي ايوة يا بابا ما كنتش عايزني ااجي ولا ايه اما ادخل ااخد بقى شنطة الفلوس اللي انت شايلها لي يا حبيبي ربنا يخليك لي لا يا مراد دي مش فلوسك دي فلوس رانا ومهند ازاي بس يا بابا دول احفادك ولاد اخويا لكن انا اللي ابنك احقب شنطة الفلوس شكرا يا بابا لا يا مراد ما تاخدش الفلوس شكرا يا بابا سلام انا تعبان تعبان يا ولاد خلاص يا جدو مش مشكلة الفلوس مش عايزين حاجة المهم ساحتك راحت الفلوس الله يصامحك يا مراد ده عقكم يا ولاد لازم ترجع ومن عمكم انا اعمله ايه بس يا جدو خلاص مش هنقدر نعمل حاجة مش مهم يا ولادي انا كتبت لكم البيت ده باسمكم من زمان ومش هيقدر ياخدوا منكم بعد اما موت وكمان في حاجة اسرية كنت اشتريتها من مزايا زمان وشلتها اعرضوها للبيع بعد اما موت هتجب لكم فلوس كتير تقدروا تعيشوا منها بس بلاش تقولوا لعمكم عليها عشان هيطمع فيها وياخدها هي ايه دي يا جدو ساعة قديمة جدا من ايام الملك لو بعتوها هتجب مبلغ كبير يا ولاد جدو يا جدو ما تسبناش يا جدو جدو يلا بقى يا حبيبي انتو هي جدوكم اللي انتو كنتوا قاعدين معاه خلاص مات الله يرحمك يا بابا تعالوا بقى وديكم الملجأ عشان عايز البيت ده انا شفتله المشتري وهيجي يشتريه النهاردة يعني انت جايب المشتري عشان يشتري البيت ده انت ملحق تشتزعل على جدو او انت مش زعلان ولا ايه زعلان طبعا بس خلاص بقى بعد اما زعل يعني هيرجع تاني يلا بقى عشان اوديكم ملجأ على فكرة بقى جدو كتب البيت باسمنا وانت مش هينفع تبيعه ولا تاخده مننا ازاي مش ممكن بابا عمل كده ايو وتفضل بقى اطلع بره كفاية الفلوس اللي سرقتها اخرط يا ولد انت بتضربني لو جدو عايش ما كنتش قدرت تضربني لو سمحت بقى سبنا ويمشي ماشي انا هتصرف هاخد البيت يعني هاخد البيت هو كل واحد بيدرب فيه شوية فاكرين ضعيف ولا ايه ما تزعلش يا مهند اكيدا ما نكبر هناخد حقنا ايو عندك حق انا من دلوقتي لازم العب رياضة واتضرب ويكون عندي عضلات عشان ااخد حقي من كل اللي بيظلموني فعلا بقى نشوف الساعة اللي قلنا عليها جدو عشان نبيعها ده بيقول غالية جدا وهتجيب لنا فلوس كتير نقدر نعيش منها اي نعم جدو اتهالنا عشان نبيعها بس انا برضو مش عايزة بيعها عشان تبقى ذكرى من جدو ودايما نبقى فاكرينه شايفة الساعة شكلها حلو في السلسلة ازاي هقالا مش ممكن ابيعها هي شكلها حلوة قوي بس دي زي ما قال جدو ممكن تجيب لنا فلوس كتير يعني نعمل مشروع نصرف منه ايه المعاش اللي جدو عمله باسمنا هيكفينا واما نكبر بقى ولو احتاجنا فلوس ومضطرين نبيعها نبقى خلاص نبيعها بس انا عايزة اصبوطها عشان هي مش مصبوطة ايه ده رانا رانا انت مالك وقفة سكتة كده ليه ومالك بصلي كده ليه رانا رد علي يا رانا يا رانا ايه اللي حصل لك ايه ده هو ايه اللي حصل لك انت كان شكلك غريب قوي كأنك تحولت التمثال ايوة فعلا انا حتسب بكده ومش عارفة ايه السبب هي دي حالة بتجيلك ولا ايه مش عارفة انا اول مرة يحصل لك كده ايه المهم اقول لي الساعة شغالة ولا بايزة كنت لسه باظبوتها لقيتك وقفت بالطريقة دي تخضيت تاني بقى اما اظبوتها تاني ايه ده رانا رانا انت رجعت لك الحالة تاني سمعان يا رانا ردي علي يا رانا هو ايه اللي بيحصل لده في حاجة غريبة انت اول ما بتمسك الساعة وتحاول تظبوتها بحس ان انا تجمدت مكاني ايه ده هقصدك ان الساعة دي فيها سر اكيد طيب خديها انت كده اظبطي الزرار بتاعها وشوفي بقى انا هيحصل لي ايه لو حصل لي نفس اللي حصل لك يبقى السر في الساعة انا هجرب اضغط على الزرار بتاعها مهند يا مهند انت سمعني مهند يبقى فعلا السر في الساعة ايه رانا السر في الساعة فعلا انا ما كنتش عارف اتحرك كنت حازس ان انا متجمد معقول يكون جده ما يعرفش سر الساعة دي ويكون اشتراها من غير ما يعرف عنها حاجة هاكيد طبعا مش هو بيقولك اشتراها في المزاد ساعة اسرية يعني اكيد كان شايلها ومحتفظ بيها وخلاص ما عملش بيها حاجة الساعة دي لازم تفضل سر كويس ان عامه مراد معرفش عنها حاجة ايوه لو كان اكتشفها كان ممكن يعمل بها حاجات كتير غلط اما انا بقى عندي افكار الساعة دي هتعمل لنا كل الحاجات اللي احنا كنا عايزين نعملها لا يا مهند احنا نشيل الساعة دي ونخبيها ومفيش حد يهرف السر بتاعها خالص بدل ما حد يسرقها مننا وكمان مش هنبعها خالص بالعكس ده الساعة دي جات في وقتها ده انا هعمل بها حاجات كتير وطبعا هخبيها مش هلبسها كده مفيش حد هيشوفها ابدا ايوه هتكون ناوي تعمل بها مصايب يا مهند لا مصايب ايه هو حد قالك علي يا شرير مهند يا مهند انا جاهزة هو يا رانا انا عملتلي ساندويتشات عشان نفتر بيها هنا احسن بدل ما الولاد الرخمين كل يوم ياخدوا منك ساندويتشات لا خلاص مش هيقدروا ياخدوا مني حاجة بعد كده تاني اتعلمت الضربة من على اليوتيوب وبعدين قولي انت واخد الساعة دي معاك ليه دي ممكن تتسرق منك في المدرسة او الولاد الرخمين دول ياخدوها ما انا اكيد هخبيها مش هاسبها كده بس هتعرف يا مروح هعمل بيها ايه ده انا هعمل حاجات شيلي بقى الساندويتشات دي في الشنطة ويلا بينا النهار ده بقى مش هناخد الساندويتشات بس بعد اللي عمر المرة اللي فاتت هناخد المصروف كمان ايوة كده يستاهل اهم وقفين هناك يرخموا على كل اللي داخل المدرسة ما تقلقيش هانا هعلمهم الادب دلوقتي بس اهم حاجة اخليهم يجروا ورايا ويروحوا ورا المدرسة تعالي بقى قولك انت وهو انتو ما تقدروش تعملولي اي حاجة ده واضح كده ان اللي حصله المرة اللي فاتت ما اصرش معاه شاكله كده عايز يتدرب تاني تعالولي بقى ورا المدرسة وشوفوا بقى انا هعمل فيكم ايه هو الوقت ده الجنن ولا ايه يظهر كده انه الجنن ربنا يستر بيجروا ورايا ومتحمسين قوي اما طلع الساعة بسرعة وهو سبتهم اما طلع الحبل بقى واربطهم بسرعة قبل ما يرجعوا لطبيعتهم وصورهم فيديو ايه ده ايه اللي ربط ايدينا كده قوة الخارقة شفتوا بقى ان انتو ما تقدروش علي طيب فك ايدينا بقى واحنا نوريك هنعمل فيك ايه لا طبعا مش هفوك ايديكم ده انا كمان هصوركم فيديو ياه شكلكم حلو قوي وانتم متكتفين وقعدين جنب الحيطة كده يلا قولوا سامحنا يا كبير لا طبعا مش هنقول الكلام ده خلاص خليكم محبوسين هنا يلا قولوا ورايا انت الكبير انت الكبير يلا قولوا احنا اقل من اي حد احنا اقل من اي حد شكلهم يضحك قوي مش هيقدروا يتكلموا ولا يعملوا حاجة بعد كده يلا قفاية عليكم كده لو شفتكم مقافين الصبح نفس الوقفة دي الفيديو ده هينتشر في كل مكان وهيبقى شكلكم حلو قوي سلام انت هتمشي قد سبنا طيب فكلنا ادينا لا طبعا هو انا عبيد هانا همشي وابعتلكم البواب هو يفكلكم ايديكم بس بقى هتقولوله ايه ان انتو كنتوا بتهزروا مع بعض وعمل اللعبة ومعرفتش تفكوا قدكم يا مساكين سلام يا ابني ليه هو الولد عمل كده ازاي مش عارف انا كنت حاسس ان فيه حاجة غلط بقولك ايه انا مش لازم اسكتها اللي عمله فينا ده انا هروح عند البيت عشان اسرق الموبايل وامسح الفيديو انا عرفت ان جدهم مات وعيش هو واخده لحدهم في البيت وانا معاك عشان اقدر انتقن منهم اما حتة فيديو مضحك قوي شفت بقى فايدة الساعة احنا عايزين نستخدم الساعة دي عشان نرجع الفلوس بتاعتنا من عمه مراد عمه مراد صعب قوي ده انت لو رحت عنده عشان تاخد الفلوس منه ممكن يأذيك بلاش يا مهند مش عايزين منه حاجة هاي ازاي بس ده حقنا ومش هيقدر يعمل لنا حاجة طيب ما احنا ممكن نروح له ونتكلم معاه ونحاول نقنعه يرجع لنا الفلوس ونقول له ان احنا محتاجينهم اكيد هنسعب عليه حتى لو هيدينا جزء منهم عمه مراد مين اللي هنسعب عليه ده عايز يطردنا من البيت يودينا الملجأ عشان يبيعه انا لازم استخدم معاه الساعة هو ده البيت عايزين بقى نحاول ندخل وبعد ما ندخل يعني هنعمل ايه هندخل نستخدم جوة واول ما ينام ناخد الموبايل بتاعه نجري يا اخسار اللي باب كلها مقفولة هندخل ازاي بس طيب تعالة نمشي بقى دلوقتي بدل ما حد يشوفنا وبعدين نبقى نفكر يا اما نسقط بقى وخلاص ومش مهم هو كده ولا كده مش هيوري الفيديو لحد الا لو احنا عملنا حاجة خلينا فحلنا بقى لا مش ممكن ولد ضعيف زي ده يعمل فيها كده انا مش هسقط شفتي بقى وهم بيلفوا حوالين البيت كانوا هيتجننوا ويدخلوا ازاي انا خفت قوي يا مهند يا بنتي ما تخفيش اولا احنا معانا الساعة وثانيا نقدر نتصل بالشرطة عشان يقبضوا عليهم طيب عايزين نراكب كاميرات في كل مكان عشان لو حد دخل نشوف ما تقلقش بس هقال مهم هبكرة عندنا اجازة عايزين نروح لعم مراد بقى عشان نقوله على الفلوس هقنا اخدت الساعة وشلتها في جيبي مش هيشوفها طيب يلا بينا ربنا يسطر انتوا جايد لحد هنا عايزين ايه مش كفاية انكم مرضتوش تسلمون البيت بقى كده يا عم مراد ببذل ما تقول لنا يا ولد اخويا يا حبيبي انتوا دلوقت ايتاموا ملكمش حد تعالوا وعيشوا معايا وانا هتبناكم هتبناكم ليه قالولك علي فاتح مالجا طيب بلاش تتبنانا يا عم ممكن تبدينا فلوسنا اللي جده كان هيدهلنا وانت سرقتها وجريت اخرص يا ولد ايه سرقتها دي دي فلوسي ليه يا عم مراد دي فلوسنا وانا عايزينها ملكوش حاجة عندي واتفضلوا طلعوا برا طيب ممكن يا عم مراد تجيبلي كوباية ميا عشان انا عطشان ماشي هجيبلك كوباية ميا بس تمشوا على طول حاضر هاخد ثبت مكان وتعلي بسرعة عم مراد يا عم مراد هو انا اللي حصللي انتوا الزايرة بطولي ايدي كده فكول ايدي هقاما نطلع نجيب الشنطة الاول شنطة ايه الفلوس دي بتاعتي لا بتاعتي انا ورانا اختي فكول ايدي يلا يا رانا نجيب الفلوس شكرا يا عم مراد على الفلوس سلام فكول ايدي انتوا مش خلاص اخدتوا الفلوس لا بصراحة مش هنفكلك ايدك انت ممكن تطلع الشارع اي حد بقى يفكها لك عشان انا مش فاضي هروح اخبي الفلوس دلوقتي يلا يا رانا سلام يا عم مراد الحمد لله فلوسنا رجعت لنا دلوقتي بقى هنخبيهم في مكان سري عشان مهما عمه يدخل يدور ما يلاقيش الفلوس اي وده اكيد مش هيسقط هيحاول مرة واثنين وثلاثة يدخل البيت عشان ياخدهم ما احنا بقى لازم نعمل حسابنا عشان بعد كده الشرطة هي اللي تقبط عليه هنا بقى مفيش حد هيقدر يوصل للفلوس خالص كلما نحتاج فلوس نطلع ناخد منهم ونخبيهم تاني تحت الشجرة نفسي اعرف ازاي الولاد دول قدروا يثبتوني كده ده لما كنتش حاسس بحاجة خالص ولا سامع يعني اكون انا اللي فقدت الوعي ولا ايه فانا لازم اروح لهم عشان ارجع الفلوس تاني واكشف السر واعرف بقى هم عملوا كده ازاي المرة دي بقى انا جبت السلم عشان ندخل بيه بس انا خايف ادخل انا هعف هنا استناك انت هتدخل معي عشان تساعدني يلا انت كمان اطلع نط يا ولاد الايه غيرت مفتاح الباب معرفتيش افتح انا هنط من على الصور هدخل يعني هدخل ايه ده انتو مين انتو حراميين لا احنا مش حراميين لا انتو بتنط من على الصور تبقوا حراميين وانت يعني اللي داخل من الباب ما انت نطيت من على الصور زينا انا عم مهند ورانا وليا حاجة هنا وداخل اخدها اصلا نسيت المفتاح عمها ما بتنط من على الصور مش ممكن طبعا اكيد لازم يبقى معاك المفتاح على العموم احنا كلنا بنط من على الصور زي بعض يعني مصلحتنا واحدة اكيد انت ليك حاجة هنا وعايز تاخدها واحنا كمان لينا حاجة وعايزين ناخدها الولد ده صور لنا فيديو وكنت عايز امسح الفيديو من على الموبايل مش عايز منه حاجة كبيرة يعني انا هتجنن وعرف صور لنا الفيديو ازاي ده في ثانية كده كتفنا وربطنا من غير ما نعرف حصل ازاي زي ما نكون كنا متسبتين ومتجمدين انت بتقول ايه متسبتين ومتجمدين يبقى اكيد الولد ده بيرش حاجة في وشنا من غير ما نحس نفس اللي حصل معايا اتسبت ومعرفش كتف ايدي ازاي وقدر ياخد شنطة الفلوس بتاعتي اكيد فيه سر هو اللي بيخلينا كده ايا كان بيعمل ايه المهم عندي دلوقتي اخد الفيديو وامسحه عشان شكلنا وحش اوي واحنا بنتهزق وانت مصلحتك الفلوس يلا بقى نساعد بعض احنا التلاتة هنقدر عليهم طيب يلا تعالوا ورايا بس اخدوا بالكم مش عايزهم يحسوا بحاجة فاكرين نايمين ومش شايفين حاجة انا كنت عارف ان عمي هو اللي هيجي النهاردة لكن ما توقعتش ان هو هيقابل زياد ورامي هم كمان يلا عشان الشرطة تقبض عليهم كلهم هم دلوقتي فاكرين نايمين يلا انفجئهم طيب خب الساعة عشان ما يكشفوش السر وكمان لو الشرطة قبضت عليهم ما يعرفوش سر الساعة ده ابدا طيب يلا تعالين فجئهم عمي زياد رامي مش هتقدر علينا احنا التلاتة يا مهند انا عايز شنطة الفلوس بتاعتي وانا بقى عايز الموبايل مش هامشي من غير مغدو امسكوه مش هتقدروا تمسكوني اما طلع الساعة من جيبي بسرعة رافو عليك يا مهند يلا نربطهم بسرعة دي تاني مرة يحصل معايا الحركة دي انت بتعمل فينا ايه طيب سبنا واحنا مش هنيجي هنا تاني بس المرة دي ما تصورناش ما صوركمش ازاي دي لحظة تاريخية ده انا هعمل شير للفيديو بتاعكم واسميكم المتنميون الضعفاء شاهد قبل الحزف وانت بقى يا عمي هاخد لك صورة مع الشنطة اللي انت كنت جاي عايز تسرقها يعني هتسلى معاكم بقى كده لحد ما الشرطة تيجي وتقبض عليكم انتو التلاتة طيب بقولك ايه احنا مستعدين ندخل السجن بس بلاشت اشاير الفيديو وانا بلاشت صوروني مع الشنطة شكل هيبقى وحش قوي ما هدي احلى حاجة في الفيديو انه هيبقى شكلكم وحش وانتو يعيني دخلين بيتنا عشان تسرقوا يلا بقى ممكن تبتسموا للكاميرا طيب انا ما عنديش مشكلة ادخل السجن بس عايز اعرف انت بتعمل فينا ايه بتثبتنا كده بكل سهولة نفوق نلاقي دفسنا متكتفين انت اكيد بترش علينا حاجة بترش علينا ايه قولنا برش عليكم بضرة العفريت كثيرا ارتحنا من عمينا الظالم اللي كان عايز يدخلنا الملجأ وياخد البيت وكمان مش هنشوف الولاد المتنمرين دول اللي كل يوم الصبح كانوا مزهائين المدرسة كلها المهم انا بفكر بها استخدم الساعة دي واشتغل بها مع الشرطة اقبض على الحرمية اثبتهم مكانهم واسلمهم للشرطة والناس كلها هتفتكر ان انا بقيت سوبر هيرو وتبقى مشهور من غير محد يعرف السر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة